اشتركوا في القناة نحن نتكلم عن كل تفصيلة موجودة في الخطوط الهوائية الباب الثالث اسمه الكابلات الأرضية الثلاث أبواب هما المنهج بتاعنا على مدار العام الدراسي انتحننا هيكون فيهم في آخر العام الدراسي وبالتالي نقدر نقول أنها من المواد اللي حجمها صغير الحجم بتاعها صغير في المنهج بتاعنا علشان كده احنا بنقول دايماً أن المادة ليه من المواد اللي احنا حابين ان احنا نقفل فيها ونجي فيها درجة عليه ان شاء الله مع بعضين هنبدأ نبص على المادة بتاعتنا هنبص على كلمة التقريد الوقائي هنلاقي هنا أنه لما حاب يعرف كلمة التقريد عن متن قال فيها كلام مهم خالص قال إيه بقى؟ قال إنه هو عملية توصيل الأجسام المعدنية عملية توصيل الأجسام المعدنية للأجهزة ولمعدات الكهربية بموصل إلى داخل الأرض يعني إيه الكلام ده؟ يعني حضرتك دلوقتي الجسم المعدني بتاع الآلة أو بتاع المعدة بتاعتك حضرتك هتوصله بموصل الموصل ده هيبدأ ينزل في باطن الأرض ويبدأ يمرر الطيار الكهرابي بتاعي خلينا نقول أو خلينا نكون متفقين مع بعضنا يا حضرات إلى أننا لو أنا افترضنا مثلا يعني أننا عندي هنا جهاز كهرابي عندي غسالة أو عندي جهاز في البيت والجهاز ده لأي سبب من الأسباب حصل فيه شورت سيركيت حصل فيه قصر في الدائرة بتاعتي وأصبح فيه جزء منه معدني ملامس للطيار الكهرابي تمام؟ بالبلد كده السلك الكهرابي تقطع وبدأ يلمس في جسم الجهاز أو المعدة اللي عندي في البيت فإيه اللي يحصل دلوقتي؟ أصبح الجسم ده كله جسم المعدة كله بالكامل أصبح يحمل طيار كهرابي بنسميه إحنا طيار الخطأ أو طيار الإيه أو طيار القصر مشكلة الطيار ده إن مجرد ما العامل أو الشخص نفسه يبدأ يلمس الجسم بتاع القالة أو جسم المعدة هنلاحظ حضراتكو إن الكهرابي تبدأ تمور من خلال جسم الإنسان وتبدأ تعمله حاجة اسمها سعق كهرابي وبالتالي أصبح الإنسان بالنسبة للطيار الكهرابي هنا سلك أو مصار يمر منه إلى باطن الأرض مشكلة الكهرابي يا شباب إن هي بتضرب حاجتين في الإنسان تضرب المخ وتضرب القلب وبالتالي ممكن الإنسان يتعرض مثلا لصعق كهرابي أو صدمة كهرابية وبعد دقيقتين بالكتير ممكن يحصلوا لقدر الله حالة وفايا علشان كده بنقول دايما إن إحنا نأمن نفسنا لإن الأجهزة اللي عندنا في البيت بتشتغل بطيار الكهرابي لازم أن نوفر لنفسنا الحماية منها ونعرف نتعامل معاها إزاي طيب حضراتك دلوقتي بتقول هنا في الصورة دي إن ده مشكلة حصلت وإحنا عايزين نتغلب عليها نتغلب عليها إزاي؟ هنتغلب عليها زي ما إحنا عملنا كده في الصورة التانية زودنا طرف ثالث في أطراف الجهاز بتاعي والمفروض إنه كان بطرفين بس أرضي وكهرباء زودنا طرف ثالث وسميناه التقريض أو سميناه الحماية الطرف ده وظيفته إيه بقى؟ الطرف ده أولا لما أنا باجي أثبته بثبته في الجسم المعدني بتاع المعدة أو بتاع الجهاز اللي عندي في البيت تمام؟ وببدأ بعد كده بيكون عندي متوصل بطرف التقريض تمام؟ ومن خلاله بيبدأ يحصل عملية الحماية طيب بتحصل إزاي؟ وجود أي طيار خطأ أو طيار قصر موجود في جسم الآلة أو المعدة بيبقى موجود في الجسم المعدني بتاع الجهاز بتاعي أنا أصلا رابط الجسم المعدني بموصلة للتقريط اللي بيقضب دوره و بينزله في باطن الأرض وبالتالي أنا أقدر أتوفر الحماية للشخص أو للفني اللي موجود معي إذن هنا نقدر نقول أن المخاطر اللي بتقابلنا أو اللي ممكن تكون موجودة معنا يا حضرات مش بس عندنا مش بس ست البيت اللي موجودة في البيت أو أنا بستخدم جهاز أو موعد عندي في البيت لا أكمان ده ممكن تحصل في الآلات وفي المعدات الكهربية اللي موجودة في الورش وفي المصانع وبالتالي أنا محتاج أن أنا أوفر للنزي الحماية الكاملة علشان أقدر أخذ الإنتاجية العالية التي التي أنا كنت محتاجة يبقى من هنا قررنا أن نعمل نظام وسميناه نظام التقريط اللي من خلاله هقدر أوفر الحماية إذا حصل وكان موجود لقدر الله طيار موجود بالخطأ في الآلة أو في المعدة وبالتالي وفرت الحماية للآلة وكمان وفرت الحماية للفني أو للشخص اللي بتعامل مع الجهاز بتاعي احنا هنا دلوقتي كلنا بنتكلم في كلمة التقريط فقط لغير يعني احنا عرفنا كلمة التقريط لكن فيه كلمة تانية أشمل اسمها التقريط الوقائي احنا هنشوف التعريف مع بعض دلوقتي بتقول إن كلمة التقريط الوقائي جميع أنواع التقريط يعني مش نوع واحد أكتر منه جميع أنواع التقريط المراد به سلامة الأفراد ليه بقى؟ لأن الأفراد هيكونوا ممكن يتعامل معها أكتر من حاجة زي إيه؟ زي مثلا تقريط الأجهزة أجهزة والمعدات الكهربية اللي عندي في البيت أنا محتاج أن أوفر لها الحماية فالنوع ده من التقريط هو اللي بيوفر لي الحماية بتاعتي وبالتالي بيحميلي الأشخاص والأجهزة كمان رقم اثنين تقريط الحماية من الصوايق عارفين أنتوا صوايق لما يكون موجود في الكلام ده بيحصل في الشتاء تحديدا بيبقى فيه برء ورعت وبيبقى فيه تفريغ للشحنات الكهربية الشحنات دي بتبدأ تحاول توصل لبطن الأرض من أقرى الطريق وبالتالي ممكن يتعرض الأشخاص الموجودين في المحيط بتاع الصعقة إلى صعقة كهربية ويممكن يؤدي إلى قدر الله إلى الوفاة النوع الثالث إحنا عايزين نعمل حاجة اسمها تقريط من الحماية من الشحنات الكهرو الساتيكية الثلاث أنواع اللي احنا بنتكلم عنهم النهاردة أو اللي احنا هنتكلم النهاردة عنهم بالتفصيل اللي هو تقريط الأجهزة وتقريط الحماية من السواق والشحنات الكهرو الساتيكية كل واحد فيهم هيكون ليه اسلوب أو طريقة مختلفة في التعامل هنتعامل معهم باسلوب أو بطريقة مختلفة عن الآخر نخش كده ونشوف أول نوع بيتكلم بيقول لي هنا إيه الهدف الرئيسي من عملية تقريط الأجهزة يعني أنت لما هتيج تعمل تقريط الأجهزة أنت عايز إيه؟ إيه اللي أنت محتاجه في المنظومة اللي أنت هتعملها عشان نقدر نقول أن المنظومة بتاعتنا كانت منظومة نجحة أنا محتاج حاجتين يا حضرات أول حاجة ما يحصلش أي أخطار على الأفراد اللي موجودين حوالين الأجهزة بتاعتي بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا عايز أحمل شخص أو الفني أو حتى اللي في البيت اللي بتعلم مع جهاز كهربي اللي ما يجلوش أي خطر من استخدامه للأجهزة الكهربية المختلفة عندنا كتير مننا في البيت يرجع يقول أن خلي بالك أن الثلاجة بتكهرب أو الغسالة بتكهرب وإحنا بنستعملها وبالتالي دي مشكلة كبيرة جداً إحنا متعرض لها ممكن تعملنا مخاطر يبقى أنت أول حاجة عايز توفر الحمال مين؟ عايز توفر الحمال للأشخاص بتوعك طيب هل الأشخاص دول هحميهم بأن أنا أقول لهم ما تستعملوش الجهاز؟ أكيد لا طبعاً هل أن أنا هحميهم بأن أنا هفصل الجهاز؟ برضو لا أنا محتاج أحميهم في وجود الجهاز بحيث أن الكلام ده لو حصل وأنا مش واغد بالي أو حصل الخطأ وأنا ما كنتش عارف إنه موجود يبقى الحماية عندي موجودة وتقدر تحميهم بطريقة مباشرة تمام؟ طيب رقم 2 رقم 2 بيقول لي إيجاد وسيلة لها القدرة على حملة طيار الخطأ إلى الأرض دون تسبب في أي حرائق أو انفجورات بص يا جماعة الطيار ده اللي موجود أو اللي اتواجد في الآلة أو في الجهاز أو في المعدة بتاعتي اللي احنا بنسميه طيار القصر مشكلته دايما إنه هو ممكن يعمل لي شرارة كهربية ممكن يعمل حريق في المكان وبالتالي أنا ممكن أعرض الناس اللي عندي لبعض المخاطر يبقى هنا مش بس حكاية إن الفني أو العامل أو حتى الناس اللي في البيت يتكهربوا لا ده كمان ممكن يعمل شرارة كهربية الشرارة دي مع الوقت ممكن أو تتسبب في حريق عشان كده دايما نسمع يقولك فيه مثلا حصل حريقة حصلت إزاي يقولك ماس كهربائي إيه الماس؟ شرارة كهربية ظهرت بسبب خطأ موجود في الجهاز أو في المعدة عندي أو حتى في الأسلاك الشرارة الكهربية دي قدت أو تسببت في إنها جات على حاجة قبضة للإشتعال وبالتالي عملتلي المشكلة اللي احنا كنا بنتكلم عليها يبقى هنا تقريد الأجهزة أنت عايز منه حاجتين تحمل أشخاص وكمان عايز أن أنت تنزل الطيار ده اللي أنت مش عايزه اللي هو طيار القصر تنزله في باطن الأرض من غير ما يعمل لك أي مشاكل أو من غير ما ينتج عنه أي مخاطر أو أي حراك تمام؟ طيب إلى حد كده إحنا خلصنا أو تكلمنا عن تقريد الأجهزة عايزين نعرف منك بقى بعد إذنك لو سمحت إيه هو النظام العام للتقريد بصوا حضرات هفترض معاكم أن أنا كمهندس كهرباء مثلا اللي هو حضراتك يعني أنت شغال في الشركة دلوقتي وعندك أقول لك عايزين نعمل نظام عام للتقريد يعني للمبنى كله أو للمنشأة كلها نعمله إزاي اللي قدامكم ده محول المحول ده متوصل دلتة نجمة محول عادي جدا زي ما أنت حضراتكم شايفين المحول بتاعي الدلتة الملفات بتاعتي ما عليش علاقة بيها هاغد النجمة هاغد منها نقطة التعادل نقطة التعادل اللي موجودة في النجمة عادي بتكون دايما بوصلها على الأرض أو بعملها حاجة اسمها عملية تقريد علشان كده سمينا الباب اسمه باب التقريد يعني إيه تقريد؟ يعني وصلت النقطة دي إلى باطن الأرض وبالتالي أوجات مصار أو سكة للطيار ينزل فيها في باطن الأرض من غير ما تحصل أي مشاكل بالنسبة لي تمام؟ طيب دلوقتي حضرتك اتكلمت عن المحول وقلت أن دي ملفات بتاعته اللي هي ملفات والي يكون الابتدائية متوصلة دلتة وندي ملفات السنوية اللي هي متوصلة نجمة ده على بعضه اسمه محول التوزيع اللي هما الاتنين دول ومحول التوزيع هنا عشان تبقوا فاهمين حضرتكم بيبقى المحول اللي موجودة عندنا في الشارع اللي بنبدأ نوزع منه للمنازل وبالتالي احنا عايزين نعمل الحماية اتداءا من المحول مش هستنى لما جيلك أحميلك عندك جواب في البيت لا انا هحمي من بره من عند المحول كمان طيب نقطة التعادل دي اللي انت حضرتك اخدتها ووصلت عليها طرف ارضي تمام كده هتمثل الحماية بالنسبة لك مش بس كده لا ده انا كمان هاخد منها طرف ووصله على حاجة اسمها قضيب التقريد الرئيسي تمام يبقى هنا حضرات احنا بنتكلم على نظام او منظومة متكاملة اقدر اوفر بيها الحماية بدأت منين بدأت من اول محول التوزيع خلي بالكو بقى هنا ممكن يسأل اه ممكن يجي يقولك وضح بالرسم فقط عن نظام العام للتقريد يعني يقول لي بعد اذنك ازاي نعمل نظام عام للتقريد اقصد اقول نظام مش خاص بيك انت كبيت او كشركة او كمصنع انا عايز اعمل نظام لكل الناس وكون انا اللي ببدأ به في المحول بتاعي كشركة كهرباء مسؤولة عن توزيع الكهرباء وكمان حماية المسهلكين اللي موجودين معي تمام هتلاحظوا هنا ان توصيلة النجمة خارج منها كم طرف ثلاثة اللي هو الار والاس والتين خارجين عندي عادي جدا رايحين على حاجة اسمها الروزيتا الصندوق اللي بيجمع الاسلاك او اللي انا بجمع فيه الاسلاك ومعاهم طرف رابع اللي هو بيمثله مين اللي هو بيمثله الحماية بتاعت اللي احنا كنا بنتكلم عنه برضو زي ما قلتلكم انه بيوصل قضيب التقريد بتاعي او موصل التقريد العام برضو لازم ان يوصله الى الارض يبقى انت هنا بتقدر تحمي المنظومة بتاعتك باكتر من طريقة ادي عندك عملتها مرة لما خدت نقطة التعادل ووصلتها على الارض وعملتها المرة التانية لما وصلت القضيب الرئيسي ده وخدت منه سلك او طرف ووصلت برضو الى باطن الارض وجود شحنات كهربية غير مرغوب فيها يعني بالخطأ بمعنى صح وجودها في المكان ده هيخلينا تخلص منها بسهولة لاننا عندي السكة او جاتلها السكة او المسار اللي يتخلص منها خلي بالكم ان احنا عارفين الكلام ده من سنة تانية ان نقطة التعادل المفروض ان النقطة دي بيكون الجهد التحب صفر المفروض ان ما هي مفيهاش قصة انطيار تمام كده علشان كده النقطة دي مع اي لين من التلاتة دول هو اللي بيديني المتين وعشرين فولت تمام طيب احنا كده اتكلمنا عن نظام العام للتقريط وعرفناه وعرفنا السؤال ممكن يجي هنا ازاي ممكن راجل يكلمني يقول لي ايه يقول لي اشرح لي اوضح بالرسم النظام العام للتقريط مع كتابة مثلا البيانات اقول له ان ده محاول توزيع اقول له مثلا ان ده قضيب التقريط الرئيسي ان ده الروزيتا او الصندوق ان دي الاسلاك او الاطراف بتاعتي اللي هي الموصلات اللي هي بتاعة التلات اوجه ان ده موصل نقطة التعادل او التقريط تمام يبقى دي البيانات اللي انا محتاجة ان انا اخطها على الرسمة بتاعتي تمام ننتقل بعد كده ونروح مع بعضينا ونقول ايه هي الاجسام اللي المفروض ان انا اعمل لها عملية التقريط كلام ده هنقول كلام بياخده بيه في معظم الدول اللي موجودة معنا اول حاجة المفروض ان احنا نوفر لها الحماية هي الاغلفة المعدنية المحيطة بالموصلات والكابلات ايه ده؟ هي الكابلات فيها معادن؟ اه طبعا الكابلات فيها معادن بيبقى حاجة اسمها الغلاف الخارجي وده هناخده في الباب التالت بالتفصيل ان شاء الله رقم اتنين اجهزة الاشارة الكهربية اجهزة الاشارة من المفترض ان هي تشتغل بالطيار الكهربية محتاج ان اوفر لها الحماية الكاملة علشان خاطر اقدر احميها وما يحصلهاش اي مخاطر او اي بشاكل طيب رقم تلاتة الهياكل والاغلفة المعدنية للآلات الكهربية يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي عند حضرتك الغلاف المعدني بتاع الآلة او اللي بنسموه التسوير بتاعها ده المفروض انه ممكن يسبب لي اي مخاطر او اي مشاكل وبالتالي كل جزء معدني موجود في الآلة او في المعدة بتاعتي من المفترض ان انا اوفر له الحماية الكاملة يبقى بنأكد لحضرتكم ان ما تسيبش اي جزء معدني داخل الآلة بتاعتك اللي انت تشتغل عليها كفنة او حتى في البيت الى لما تعمل لها عملية الايه؟ عملية التقريض طيب فكرنا كده يا مصر بنعملها ازاي؟ قلنا بنوصل الجسم المعدني بموصل الى بطن الارض يعني بياخد الطيار وينزله في بطن الارض وبالتالي انا هنا صميمت نظام او عملت نظام اسمه او سميته نظام الطائد نكمل مع بعضينا نقول ان احنا هنا بنقول ان في واحدة كمان اللي هي لوحات التوزيع وحوامل المفاتيح يعني ايه لوحات التوزيع وحوامل المفاتيح حضرات؟ يعني حضرتك دلوقتي اللوحة الاوتوماتيك اللي موجودة عندنا اللي فيها العدات بتاع البيت بيبقى فوقيها مفاتيح اوتوماتيك كل ده اصلا بتثبت جوه لوحة بنسميها لوحة التوزيع لوحة التوزيع دي حضرات بتكون اصلا معمولة من الصاج وبالتالي معدن فسهل جدا ان هي تعمل لي مشاكل او تعمل لي مخاطر لو كان فيه طيار بالخطأ موجود داخل هذه اللوحات ايه كمان؟ حبال المصاعد وهياكل ومصارات الاوناش الاستنسير او الوينش تخيلوا حضراتكم مثلا بيشيل كم كيلو مثلا ممكن يقولك على الان بيشيل 500 كيلو مثلا يعني فاكيد علشان يقدر يشيل الاحمال العالية دي محتاج ان هو يكون الواير او السلك اللي بيسحبه بيبقى معمول حاجة اسمها واير من الصلب عشان يقدر يكون مقاوم للضغوط الميكانيكية اللي بيتعرض لها لكن المشكلة هنا ان وجود المعدن اللي هو الواير اللي بيتحرك عليه الاسمسير او الوينش بالاضافة لان حضرتك عارف ان الجسم نفسه بتاع المعدن اللي هو الوينش او الاسمسير برضو معدني فده معناه ان لو حصل قصر في اي مكان هيسبب مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لحضرتك ونت اشغال على حاجة من الاتنين دول علشان كده مش بس بفكر في ان انا احمي الوينش او احمي الاسمسير لا ده انا كمان بحط واعمل عملية التقريط للواير الصلب اللي موجود عندي طيب هحميه ازاي؟ عادي جدا هوصله هجربته بموصل الى باطن الارض وبالتاني لو جاله طيار بالخطأ او طيار قصر موجود وهو مش عارف يتخلص منه مجرد معمل عملية التقريط او نظام التقريط هيسحب الطيار الخطأ وينزله في باطن الايه؟ في باطن الارض تمام كده؟ طيب نقطة كمان الأجهزة الموجودة في الجراجات يمكن الناس منكم تقول لي اش معنى الجراجات تحديدا يعني ايه المشكلة؟ تمام انا عندي البيت كله فيه أجهزة كهربية انا هعمل للنظام كله بالكامل تقريط وحماية ولكن ما تنساش حضرتك ان الجراج نفسه كمكان عندك في البيت بتاعك هو المكان الاقل استخداما يعني انت حضرتك بتروح الصبح تفتح الباب بتاع الجراج تطلع العربية وتقفل باب وشكرا على كده برجع اخر النهار ادخل العربية بتاعتي يعني 10 دقائق في الصبح و10 دقائق اخر النهار طول اليوم محدش موجود في الجراج طيب وبعدين عندي مواد اللي هي بتستخدم مع السيارات زي البنزيم زي الغاز زي الزيت المواد القابلة اللي اشتعال دي يا حضرات طبيعي جدا ان انا لما هشيلها او هخزنها هحطها فين هحطها في الجراج بتاعي من هنا جات الفكرة ان وجود شرارة كهربية بسبب اي ماس او اي قصر موجود عندي الشرارة دي ممكن تعملي ايه ممكن تعملي حريقة في المكان ومش هعرف الا لما الحريقة تتمكن من المكان بالاضافة لان الكلام ده هيساعد عليه المواد القابلة اللي اشتعال اللي احنا حطناها اللي احنا كنا بنتكلم عنها وانا احنا محتاجينها علشان السيارات تاعتنا اذا هنا لان المكان انت مش متواجد فيه بكاثرة فانت بتهتم بان انت توفره الحماية الكاملة نقطة كمان المقابس والكوردونات ايه المقابس والكوردونات المقابس يقصدوليها البريز اللي احنا بنركب فيها الفيشة بتاعت الاجهزة الكهربائية تمام المفروض برضو ان انا وفر لها حماية وتقريط علشان خاطر لما ااجي استعملها واركب الفيشة بتاعت اي جهاز او معدة ما يحصل ليش اي مشاكل او ما يحصل ليش ساقق كهربية طب دي المقابس ايه بقى الكوردونات كلمة كاردون هي معناها بحط اطار او صور حوالين المعدة او الالة بتاعتي تمام علشان ما يدخلش ويتعامل مع الالة دي غير الاشخاص المعنيين بها فقط يبقى انا هنا دلوقتي عندي مثلا مادة فيها سلاح او فيها حاجة خطرة مش محتاج ان حد يدخل عندها الا الشخص اللي فاهم فيها كويس جدا لكن لو اي شخص عندي تاني في المصلح ممنوع ان هو يتعامل معاه فعشان اوفر الحماية لان انا مضمنش ان العامل بتاعي موجود باستمرار باجي عامل ايه حضرات باجي عامل صور او عامل كاردون حوالين الماكينة بتاعتي او الالة بتاعتي الفكرة بقى ان هنا ان الكاردون اللي انت عملته ده او الصور اللي انت حطيته حوالين الالة بتاعتك هو اصلا مصنوع من اين؟ معدني وبالتالي لو جالوا بالخطأ طيار من الالة اللي موجود حواليها طيار اسم طيار القصر لو جاب الخطأ وفيه عامل او فني معادي ولمس الصور ده هيتكهرب ويحصلوا صعق كهربي وممكن لقدر الله يؤدي الى الوفاة علشان كده احنا المفروض او من المفترض ان احنا نوفر الحماية بان احنا نتجنب هذا الامر ان زي ما عملنا عملية تقريد للمواصل بتاعنا كمان هنعمل عملية تقريد للكاردون او للصور اللي احنا حطينه حالين الالة بتاعتي او المعدة بتاعتي تمام نقطة كمان المولدات والمحركات المتصلة بسبكة انابيب المية يعني ايه الكلام ده شركة المية فيها بعض المولدات او فيها بعض الاجهزة اللي بتحتاج طيار كهربي ده طبيعي جدا مافيش مشكلة بين نسباننا لكن كانت المشكلة هنا ان احنا محتاجين نعمل لها عملية تقريد خلي بالك ان المية وسط جيد لنقل الطيار الكهربي هتديك مصال بسيط جدا ممكن يمكن حصلت مع حد قريب منك يقولك وانا بتوضي في المسجد مثلا يعني الحنفية كانت بتكهرب او عندنا في البيت مثلا السخان كان شغال فالسخان المية بتاعطه بتكهرب ايه المشكلة فين فين المشكلة على الرغم ان احنا مثلا السخان معرفش ايه او الحنفية دي جيبت كهربة منين المية بطبيعة الحال هي وسط جيد جدا لنقل الطيار الكهربي وبالتالي لو اي محرك او مولد او حاجة عندي بتستخدم فيه عملية رفع المية حصل فيها قصر لاي سبب من الاسباب ده معناته يا حضرات ان الالة بتاعتك هيبقى فيها طيار كهربي طيار قصر الطيار ده هينتقل الى الماء وبالتالي احنا لما نيجي نستعمل المية ونلمسها الناس هتدى تحصلها لصعك كهربي او هنهاية بالبلد كده هتتكهرب يبقى انا كان المفروض ان اعمل ايه ان انا المفروض كنت اوفر الحماية وان انا اوصل الجسم المعدني بتاعي الى باطن الارض يبقى دي النقطة دي نقبل منها كويس جدا علشان بتحصل في الحياة العملية وفيه ناس بتشتكي منها ومش عارف الحل فين او الحل ازاي شوف الجهاز اللي عندك وليكن عندك سخان كهربي اكيد السخان ده فيه ماس الماس ده بينقل الطيار الكهربي الى المية المية وهي ماشية بيمشي معاها الطيار الكهربي اللي هو طيار القصر فمجرد ما حضرك تلمس الحنفية او تستعمل المية تبدأ تتكهرب ويحصل لك المشاكل اللي احنا بنتكلم عنها علشان كده اي حاجة عندك بتشتغل بالكهرباء في المنظومة بتاعت المية اللي عندك من المفترض ان انت توفر لها الحماية الكاملة تمام نقطة كمان اغلفة هيكل المحركات واجهزة التحكم واجهزة المصاعد والاوناش بواجه عام النقطة رقم 9 ويسعى عايز يقولك ان كل حاجة عندك في الموقع او في المنشأة بتاعتك بتشتغل بالتيار الكهربي ووفر لها عملية حماية وعمل لها نظام التقريب بتاعه وزي ما انتم شايفين انا بتكلم على منظومة مش هتكلفنا حاجة خالص لتكليفتها بسطة جدا انت بتربط الجسم المعدني بتاع القلة بتاعتك بسلكة او بموصل وبتيجي موصله في باطن الارض وبالتالي بيبدأ ياخد هذا الطيار اللي هو الطيار الخطأ وينزله في باطن الارض وبالتالي قدرت توفر للعمال والفنيين والناس اللي بيستخدموا الأجهاز اللي عندك الحماية الكاملة على الرغم ان انت لما جيت تكلف نفسك ما تكلفتش رقم يذكر يبقى انت حمية الآلة حمية الشخص او الفارد نفسه وفي الاخر وفرت فيه عملية التكليف تمام بس ناخد بالنا كويس جدا ان نظام التقريب ما عنديش حاجة في الآلة تقول انه هو مش شغال يعني ايه؟ يعني مثلا فيش الكهرباء لو اتقطعت الجهاز بيفصل فأوكي بعرف ان فيها عندي مشكلة لو المفتاح فيه عطل برضو الجهاز ما بيشغلش او الآلة ما بتشغلش فهنا بروح نتدخل ونحل المشكلة دي لكن نظام التقريب مختلف مختلف ازاي بقى؟ انا مش هعرف ان النظام مش شغال اللي لما تحصل المشكلة وحدي الكهرباء عندي وصلت؟ علشان كده عشان اوفر الحماية للناس دي واقدر اقولهم يا جماعة انا هعملكم نظام تقريب عملته لازما ابص عليه كل فترة زمنية عشان اتأكد انه موجود وسليم وما يحجيرش منه اي مشاكل او اي اعطال في الدائرة بتاعتي تمام؟ يبقى احنا كده اتكلمنا على كل الاجسام او معظم الاجسام اللي احنا المفروض نعمل لها عملية حماية ونعمل لها نظام تقريب فعال يقدر يوفر لي الحماية الكاملة وبالتالي يبقى انا هنا اقدر اشتغل بسلاسة من غير اي مشاكل او من غير اي مخاطر موجودة على العمال وعلى الفنيين تمام؟ نشوف بعد كده مع بعضينا نقطة جديدة الا وهي التربة لما اقول لحد فيكم معرف التربة يقول لي يا مصدر اه التربة اللي بيدفنوا فيها اه انت مش بتضحك انت بتتكلم مجد صح؟ اه لا انا بهضر هيو فعلا كلامك مزبوط فعلا كلمة التربة او لبز التربة او مصطلح التربة المقصود به المكان اللي احنا هندفن فيه بس هندفن فيه مين بقى؟ هندفن فيه حاجة اسمها الكتروض التقريد الكتروض التقريد اللي احنا هندفنه ده معبا برضو ولكن احنا بنحطه في وسط معين في جوه معين عشان يقدر يقدي الدور بتاعه وبالتالي يقدر يوفر الحماية للناس اللي موجودين عندي واللي شغالين لان نظام التقريد لو انا عملته ووصلت الموصل لكن في الاخر ما عنديش اللي ياخد الكهربا دي ويفرخها في باطن الارض يبقى انا ما استفدتش حاجة او المنظومة بتاعدي مش هتقدت دور اللي مطلوب منها من هنا جات فكرة ان احنا نعمل ايه ان احنا نعمل حاجة اسمها التربة المكان اللي احنا نزرع فيه الالكتروض بتعريف معين وبمواصفات معين وبصنا بعدين لو سمحتوا هنشوف هنا ان اول حاجة بيقول لي عند دفن الالكتروض التقريد في باطن الارض يعني انا هدفنه في باطن الايه الارض انا هعمل حفرة وهدفنه تمام فان المنطقة من الارض اللي هي هنسميها التربة دي المحيطة لها بنسميها ايه منطقة المقاومة يبقى المنطقة اللي هتكون حوالين الالكتروض اللي احنا نزرعه في باطن الارض هنسميها منطقة اللي هي يا شباب منطقة المقاومة بصوا معين لو سمحتوا هنا بيقول لي انه بيفترض معاكم ان دي كده بالنسباله بتنسل سطح الارض تمام دي كده بالنسباله سطح الارض راح عامل ايه هو بقى؟ راح جايب الالكتروت انت عملت يقول الالكتروت يا مستر يعني ايه الالكتروت؟ الالكتروت عبارة عن قضيط بالبلد كده فيه حديد تمام؟ حتة حديدة عندك انت جبتها وجيت دفنتها رأسيا في باطن الارض زي ما انت حضرتك شايف كده دلوقتي تمام؟ فبيقول لي هنا المنطقة اللي حواليها بنسميها منطقة المقاومة او بنسميها التربة تمام؟ طيب هنا ممكن يجي يقول لي وضح او اشرح مع الرسم التربة او كيفية زراعة الالكتروت داخل التربة يبقى انا هنا اقدر اقول له فلسنا بسيطة زي كده ان انا ندال الالكتروت زراعته في باطن الارض وكمان قدرت اقول ان المنطقة اللي حواليه اللي هي بتمثل منطقة ايه؟ منطقة المقاومة التربة دي حضرات فيه حاجات بتأثر عليها اللي احنا هنسميها العوامل اللي بتوقف عليها مقاومة التربة تفتكروا حضراتكو مثلا يعني انا لما اجعمل نظام تقريط ينفع اي مكان عندي في البيت او اي مكان في المصنع اعمله وازرع فيه الالكتروت قالي لا طبعا الكلام ده ما بينفعش امال ايه؟ لازم نعمل قياسات معينة واختبار معين للتربة اللي عندي عشان اقدر اقول ان هي تصلح ولا لا تصلح علشان كده لما هنبص هنا على العوامل هنلاقي ان في حاجات هنروعيها هي اللي بتحسن لي من مقاومة التربة او ممكن تزودها لو كانت هي مش مزبوطة زي مين؟ زي درجة الحرارة درجة حرارة التربة من الحاجات اللي بتأثر على تفريغ الطيار الكهرائي من القضيب الى باطن الارض اتنين الاملاح ودرجة تركيزها الاملاح اللي هي ايه؟ الاملاح المعدنية اللي موجودة عندي في التربة بتاعتي وكمان درجة تركيزها هي يعني نسبتها في باطن الارض هي كميتها قد ايه؟ خلي بالكوا قدام شوية هنقول ان احنا عشان نحسن المقاومة بنستخدم ملح الطعام يعني اقصد اقول ان الاملاح بتأثر بصورة مباشرة على مرور الطيار الكهرباء رقم ثلاثة العمق من سطح الارض كل ما دفلناه كل ما دفلنا الالكتروض في باطن الارض كل ما كان ده معناه انه هيمرر الطيار بصورة اقوى واسرع وبالتالي هيحقق الهدف من المنظومة اللي احنا عملناه اخر حاجة عندي اسمها ايه؟ محتوى التربة من الرطوبة يعني كمية الرطوبة اللي موجودة في باطن الارض واللي من خلالها اقدر اقول لحضراتكم ان التربة بتاعتي تصلح ولا لا تصلح علشان كده احنا بنقول دايما يا حضرات ان احنا علشان نيجي نقرر نعمل نظام تقريد عندنا في المنزل او في المصنع بنعمل وبنبص على شوية حاجات يعني بندور على اقرب مكان مش عايزين المواصلات تمشي مسافة كبيرة جدا ودي من النقطة المهمة جدا في نظام التقريد ان المفروض او من المفترض ان حضرتك ما تسمحش ان الاسلاك بتاعت التقريد تمشي مسافة كبيرة ليه؟ لانه سهل جدا انها تتعرض للقطع في مسافة الماء عشان كده انا بقول ان خلي المسافة دايما تكون اقصر ما يمكن طيب حضرتك دلوقتي قررت ان المكان ده اللي جنب البيت عندي هو اللي هيصلح لنظام التقريد على اي اساس؟ بعمل اختبارات في التربة باخد عينة من التربة بعمل حفرة واخد عينة من التربة وابدأ ايس فيها نسبة الاملاح بتاعتي وابدأ بالجهاز اشوف الرطوبة واشوف درجة الحرارة هل تصلح ولا لا تصلح لان انت ممكن تعمل النظام بالكامل ومع ذلك ما يقدش الغرض منه ليه؟ لان التربة مش بتفرغ الطيار الكهرابي من خلها ما بيتشبعش وما بيش حبس طيار الكهرابي اللي عندي وبالتالي انا هنا محتاج اني اوفر نظام او بيئة كويسة جدا عشان منظمة التقارير تقدي اللي مطلوب منها تمام؟ طيب فلنفترض ان هي المكان ده اللي انا اخترته اللي هو جنب البيت او اللي جنب المصنع بتاعي لا يصلح قدامك حال من الاثنين لو كان سهل بالنسبة لك تغير المكان فغير المكان هتروح مكان جديد يعني تبعد شوية وتعمل اختبارات على المكان الجديد وتشوفه يصلح ولا لا لو انت بقى محتاج المكان هتبدأ تعمل عملية تحسين للمقاومة وهنعرف مع بعضنا ازاي نعمل عملية تحسين للمقاومة وبالتالي انا بديه لك كل الخيارات قدامك وانت تقرر ايه اللي ينسبك وايه اللي ينفع انت تشتغل به علشان تحقق الهدف الاساسي من المنظومة بتاعتك وهو الحماية للأفراد وكمان الحماية للأجهزة والمعدات بتاعتي تمام؟ نكمل مع بعض نقول ان النوع التاني من التقريد اسمه تقريد الحماية من الصواق لما تكلم على الصواق قال ايه يا حضرات؟ قال ان الصواق البرقية اللي بتحصل في الشتة دي في البرد ده عبارة عن شحنات كهربية بتتجمع في الصحب وبتقدي الى زيادة شدة المجال ما بين الصحب والارض تمام؟ خلينا نقول ان فكرة الشتة اللي بيحصل فيها اللي هو البرد والرعب تمام؟ بالنسبة لي احتكاك سحبتين مع بعضيهم واحدة تحمل شحنات مجابة والتانية تحمل شحنات سالبة يحصل ما بينهم تفريخ كهرابي التفريخ ده يبقى عايز ينزل كمية كهرابة كبيرة جدا الى باطل الارض في وقت قليل جدا يعني انت قدامك ملايين الفلطات بتحاول تنزل في باطل الارض ولكن القصة دي كلها تحصل فيه ثانية او ثانيتين او ثلاثة بالكتير علشان كده الصعقة لما بتيجي تضرب او تبقى عايزة تنزل في باطل الارض بتدور على اقرب نقطة لها يعني بالبلد اعلى نقطة عن سطح الارض لو انا عندي عامل او فني او عندي حد موجود في المكان اللي فيه الصعقة سهل جدا الصعقة تتعامل معاه على انه هو موصل وتنزل من خلال جسمه الى باطل الارض وبالتالي يحصله صعقة كهرابي ويموت علشان كده بنقول ان الصواعق او منظومة الحماية من الصواعق مهمة جدا 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 لانها ممكن تعمل لي مخاطر سواء للعمال او للناس اللي موجودين في المكان او حتى كمان تعمل خطر او مخاطر للناس العاديين اللي موجودين في الشارع او في البيوت او حتى في الغابات تمام طيب المنظومة دي حضرتك دلوقتي عاملة ازاي بمنتهى البساطة لو بصينا هنا هللاقي ان هو عنده هنا افترضنا ان ده منزل بيت يعني البيت ده قال انا عايز اصمم له نظام طريق تمام فهنا بيجي في اعلى المبنى يعني بيختار اعلى حتة في البيت اعلى حتة في البيت اللي هي الحتة دي كده بالنسبة لي تمام اعلى المبنى ده حضرتك اللي بيختاره هو بيبدأ يركب فوقه منظومة الايه منظومة الصواعق ازاي بتبقى عبارة عن اجزاء ده الجزء اللي فوق اللي هيستقبل الصاقة وخلي بالكم الجزء ده لو لاحظنا مكانه هنلاقي ان هو ايه ان هو اعلى من اعلى حتة في المبنى علشان يبقى هو بالنسبة ليه الصاقة لما تنزل من باطن او من فوق وتنزل في باطن الارض تلاقي ده اللي فشها ده اللي بيستقبلها وبالتالي يبقى هنا متعرضتش لاي مشاكل او اي مخاطر تمام طيب منعة الصواق اللي هي الجزء ده كده استقبل الصاقة وانتصها وتمام وزي الفل ما عند لاش مشكلة هيوديها فين عندي مجموعة من الموصلات الهبطة اللي هو ده كده قدام حضرتك ده كده مش بيبقى كابلين بيبقى اكتر من اتنين يعني ثلاثة اربعة خمسة طب ليه العدد ده كله لانك ما تنساش ان المنظومة بتاعتك ايمة على ان هي تحميك من كمية كهرباء كبيرة جدا هتنزل في وقت قليل جدا وبالتالي الكهرباء اللي نزل ليه لو لقيت الموصلات حجمها صغير او قطرها صغير ممكن الاسلاك دي تنهار وبالتالي تعمل لي حريقة في المكان علشان كده الكابلات اللي هنا هيكونوا دايما عددهم اكتر من اتنين تمام طيب بعد كده بقى ده بنسميه لان هو ياخد الكهرباء ينزل بيها لتحت كده فهنسميه الموصل الهبط هنسميه الموصل الهبط ده يا حضرات بيبدأ ياخد الكهرباء وينزلها في بطن الارض يبدأ يوزعها بدوره على حاجة اسمها الكترودات التقريد تمام يبقى انا عندي تارت حاجات رئيسية هم عندي منط الصعق اللي فوق اللي يبتنتصها وعندي الموصل الهبط او النازل اللي بياخد الصعقة ينزلها لتحت بطن الارض وعندي مدفون في بطن الارض حاجة اسمها الكترودات التقريد اللي بتاخد كمية الكهرباء دي وتبدأ توزعها في بطن الارض وبالتالي تتخلص منها من غير اي مشاكل او اي حرائق او اي انفجارات تمام طيب المنظومة دي اللي انت حالك بتتكلم عنها عشان نعملها صح اكيد في مكونات اه طبعا طبعا المكونات بتاعتي بالراحة كده وبشويش التلات حاجات الاساسية اللي انا قلت عليهم من شوية الجزء اللي بيستعبت الصعقة من الهواء والجزء اللي بيوصل من معد الصواق اللي هي الموصلات وفيه رقم ثلاثة اسمها دائرة الحماية الارضية تمام جزء استقبال الصعقة من الهواء يا حضرات بنسميه حاجة اسمها منعة الصواق بنسميه منعة الصواق الجزء التاني اللي هو بنسميه الموصل الهواط او النازل بيقول لي بيكون عبارة عن اجسام معدنية موصلة للطيار وده بتتوصل دائما كهربيا بالدائرة الهوائية وتنزل لحد فين لحد باطن الارض لحد ما هي بدورها تسلم الصعقة الى باطن الارض تمام يبقى جزء التوصيل ده ممكن يديه له مصطلح نسميه ايه هنسميه الموصل الهواط او الموصل النازل وممكن يجي في الامتحان يقول لي حضرتك عرف الموصل الهواط او النازل يبقى انت حضرتك بتقوله بيكون هو عبارة عن اجسام وهقولك ليه دلوقتي اجسام مش موصلات بس موصلة للطيار بتتوصل بالدائرة الكهربية الهوائية او بالدائرة الهوائية الموجودة عندي لنا صممتها ثم تأخذ الطيار الكهربي الى باطن الارض وبالتالي يبقى هنا قدرة تنقل الكهرباء من اعلى المبنى الى باطن الارض رقم 3 رقم 3 اسمها دائرة الحماية الارضية لما حاب يعرفها قال ايه دي بقى بتكون عبارة عن موصلات مدفونة في الارض عبارة عن موصلات مدفونة في باطن الارض الموصلات دي بدورها بتبدأ تأخذ الطيار الكهربية النازمة من منعة الصواعب بتاعتي وتبدأ بتبرغها في باطن الارض وبالتالي اتجنب ان يحصل عندي اي حرائق او اي انفجارات تمام طيب نرجع نكمل ونقول ان فيه نوع ثالث اسمه الحماية من الشحنات الكهروستاتيكية تعالوا معايا نشوف يعني ايه كلمة شحنات كهروستاتيكية كلمة شحنات كهروستاتيكية الكلمة نفسها عبارة عن جزئين كهرو يعني كهربي وستاتيك يعني زاكن يعني شحنات كهربية بتنشأ ما بين الاجسام السكنة علشان كده الشحنات دي ممكن تسبب مخاطر بالنسبالي والمفروض ان انا اوفر لنفسي الحماية منها تمام ايه هي الشحنات السكنة يا مصدر اولا ممكن لما انا مثلا بكون بلمس الشاشة بتاعة التلفزيون بايدي كده تمام هلاقي فيه حاجات بتلمس في ايدي وبتقطق في ايدي دي شحنات كهربية تمام ممكن حضرتك في الشتة وانت بتلمس الصوف توسط لقيدي تقطق تحت ايدك البطانية مثلا صوف ولا حاجة بتبدأ تلمسها ايه كمان لو انا لابس حاجة صوف وبقلعها وبتحتك بشعري بتبدأ تعمل صوت تعمل فرقعة ولو انت موجود في قوضة مظلمة خالص هتلاقي فيه حاجات واميد كده حاجة بتنور صوت غنونة خالص ما بين شعرك وما بين الصوف اللي انت كنت لابسه كل دي بنسميها شحنات كاهروستاتيكي شحنات نشأت بسبب احتكاك جسمين ساكني شعري ساكن جسم ساكن والتيشرت اللي انا لابسه الصوف ساكن ومع ذلك لما الاثنين احتكوا بعضيهم الساكنين دول حصل ما بينهم ايه تفريق لشحنات الكاهروستاتيكي تمام؟ طيب نشوف التعريف بقى اللي في الكتاب او اللي احنا المفروض ان احنا هنكتبه مع بعضينا هنقول انه هنا بيقولي ان بتتكون الشحنات الكاهروستاتيكية بسبب احتكاك ما بين سطحين متلامسين من مردتين مختلفين زي ما قلت الشعر بتاع شعري مثلا مع اللبس الصوف اهو ده جسم وده جسم اخر لكن لما حصل بينهم الاحتكاك حصلت المشكلة اللي احنا تكلمنا عنها تمام؟ طيب عايزين منك بعد اذنك لو سمحت تعرف لي كلمة الحماية الكاهروستاتيكية ايه ده؟ هو في فرق ما بين الشحنات الكاهروستاتيكية والحماية؟ اه طبعا طبعا في فرق وفرق كبير كمان هنا في الحماية بقى انا عرفت ان فيه كهربا موجودة عندي انت حضراك دلوقتي اكتشفت ان عندك موجود كهربا الكهربا دي شحنات كاهروستاتيكية موجودة في الاجسام اللي عندك وبالتالي انت محتاج ان انت توفر لنفسك الحماية معها فقدامك حل من اتنين يما تمنعها أصلا من أنها تحصل يعني أنت عندك مشكلة هتحصل يما تحاول تمنع المشكلة دي أنها تحصل يما الحل الثاني لو حصلت المشكلة تحاول تتخلص منها إزاي؟ يعني أنت عندك اتولد أصلا شحنات كهربية عارف أن احتكاك الجسم ده مع احتكاك الجسم الآخر الاتنين احتكاكهم مع بعضهم هيولد لشحنات كهربية في المنتصف تمام؟ طيب الشحنات الكهربية دي حضرتك دلوقتي مش قادر تتخلص منها أو مش قادر أن انت تتجنبها يبقى على الأقل توفر لي المسار اللي يخلصني منها من غير أي ما يحصل أي مشاكل أو أي مخاطر بالنسبة لي يمكن من ضمن الحاجات اللي ممكن تلفت نظركم وانتوا ماشيين في الشارع كده عايزك تبص كده مثلا على العربيات الكبيرة الضخمة اللي بيبقى عليها تنكات ضخمة بتاعة المواد البترولية اللي هي بتعبي أو بتفضي في البنزيمات تمام؟ العربيات دي هتلاحظوا فيها حاجة مهمة خالص من الرغم من أن حجمها كبير جدا وشكلها ضخم لكن تلاقي دايما التنك اللي جواه المواد القابلة اللي اشتعال ليها المواد البترولية بيبقى ملحوم فيه سلسلة معدن حيث حديدة يعني ودي موجودة وتبقى لمسة الأرض طول ما هو ماشي دايما بتلمس في الأرض تمام؟ في الأول لما نشوف كده نقول إيه آه دي نسيها الراجل السواء اللي سائل العربية نسي السلسلة دي وبالتالي المفروض أنه هو كان يربطها في مكانها صحيح لكن لما ندخل الكهرباء ونعرف أن في حاجة اسمها شحنات كهروستاتيكية هنقول أن دي لازم أن تكون موجودة ليه بقى؟ لأن الخزان اللي موجود فيه الوقوت الحركة بتاعته بتاعته مع العربية هتلاحظوا حضراتكو أن الحركة دي أن المادة اللي جواه بتحصل فيها إيه؟ أن هي بتتحرك وبالتالي احتكاك المواد القابلة للإشتعال مع التنك اللي هي موجودة جواه هيولد لي شحنات كهربية مش كده وبس اسمع بقى الأصعب كمان أن عجلة العربية نفسه مصنوع من المطاط وبالتالي مادة عزلة مش بيمرر طيار كهرابي فهنا هتتولد شحنات كهربية ما بين الخزان أو جسم الخزان وما بين المواد البترولي اللي موجودة جواه الشحنات دي تدقى تتكون وتتجمع تتكون وتتجمع لحد ما يبقى كميتها أو قيمتها كبيرة ممكن تعمل لي إيه؟ ممكن تعمل لي شرارة كهربية أو ممكن تعمل لي وليعيز بالله انفجار في المكان يبقى هتسبب لي كوارس في المكان أو في المنطقة اللي أنا موجود فيها طيب أنت حميت نفسك إزاي؟ بسيط جدا أنا قلت كل الحكاية هلحم سلسلة معدنية في الجسم بتاع التانك بحيث أن هي وأنا ماشي بالعربية تكون بتحتكي في بطن الأرض أو في الأرض وتفرغوا الشحنات اللي موجودة جواها أول بأول تمام؟ علشان كده لما نشوف هنا مع بعضينا هلاقي أنه بيقول لي أنه قدامه حاجتين يأما يوجد وسيلة عشان يمنع تولده الشحنات دي يعني أنا هحاول أمنعها أصلا أن هي تحصل يأما لو الشحنات حصلت خلاص بقى أنا بقى موجود عنده شحنات التخلص منها أول بأول يعني ما خليش حاجة تتخزن فيه الجسم بتاع الآلة أو بتاع المعدة بتاعتي تمام؟ طيب هتتخلص منها إزاي؟ عادي جدا هوصلها إلى الأرض بمجرد تولدها يعني إيه كلام ده؟ يعني زي ما قلت لك كده الجسم العربية السلسلة اللي فيه تاخده الشحنات وتنزلها في باطن الأرض وتتخلص منها تمام؟ يبقى دي اسمها الحماية الكهروستاتيكية يبقى فيه فرق ما بين الشحنات الكهروستاتيكية وفيه فرق ما بين الحماية الكهروستاتيكية طيب هنا في الجزئية دي بالجزئية اللي فاتت ممكن هنا يقولك كلام إيه؟ ممكن يسألك يقولك أذكر المصطلح العلمي ويشرح لك واحدة منهم وانت تجاوب عليها يعني يديك التعريف ده تعال الحماية وانت تقوله ان دي انت بتتكلم عن الحماية الكهروستاتيكية او يديك تعريف الشحنات الكهروستاتيكية وانت تقوله ان دي شحنات الكهروستاتيكية لكن في الآخر خلينا نقول ان احنا لازم نعرف نفرق ما بين الاثنين وبعض يون ننتقل بعد كده على ايه هي الاخطار اللي ممكن تسببها الشحنات الكهروستاتيكية انت عايز تقولي ان الشحنات اللي موجودة دي ممكن تعمل لي مشاكل اه طبعا ممكن تعملك مشاكل وتقددلك الى كوارث كمان طب احنا نعمل ايه عايزين نعرف الاول المخاطر عشان لما تعرف حجم الخاطر اللي بيقابلك او اللي هيواجهك هتعرف ازاي تتعامل معاه وتعرف ان انت لما هتيجي تصرف عليه تبقى بتصرف وانت عارف ان انت هتستفيد من هذه المصاريف اللي انت حطتها في المنشأة بتاعتك او في المصنع بتاعك اول مشكلة هتقابلنا ان ممكن يحصل شرارة كهربية الشرارة دي بتحصل نتيجة تفريغ الشحنة من الجسم الى جسم اخر وبالتالي بتقدي الى حرائق او انفجارات يبقى هنا لو حصلت شرارة كهربية للأسف ممكن يكون موجود فيه وسط قبل الاشتعال او حتى مواد بترولية بتساعد الاشتعال وبالتالي تعمل لي حريقة او ممكن تعمل لي انفجار في المكان بتاعي اتنين تلف الاجهزة الالكترونية الحساسة ايه ده؟ الاجهزة ممكن تبوص اه طبعا الشحنات بتشوشر عليها بتشوشر عليها وبالتالي مش بتقدي الدور المطلوب منها وبيحصل لي مخاطر او مشاكل موجودة في الاجهزة لان الجهاز بتاعي بالرغم ان هو كويس لكن موجود هذه الشحنات خلى او تسبب في ان الشحنات بتاعتي اللي انا بتكلم عنها بدأت تعمل لي مخاطر على الاجهزة الحساسة رقم ثلاثة حدوث صدمة كهربية للاشخاص ايه ده؟ وحده ممكن يتكهرب ايه ده؟ وانتو مش واخدين بالكو ان احنا مثلا يعني لو انا قاعد او انا مثلا بعمل حاجة وكوعي خبط في الترابيزة او في الكرسي بحس انها الكهربت هو ايه اللي حصل؟ دي شحنات كهربية موجودة في جسم الانسان فلما انت اتخبطت اتحركت او حركتها وبالتالي حصلت الشحنات كهربية اللي احنا بنتكلم عنها او اللي احنا بنقول عليه رقم اربعة حدوث تشويش في اجهزة الكمبيوتر وفي التداخل كمان في المعلومات يعني ايه حدوث تشويش في اجهزة الكمبيوتر؟ يعني حضرك دلوقتي لازم ان تكون فاهم كويس جدا ان الكمبيوتر كجهاز الكتروني حساس لو اثرت عليه هذه الشحنات ممكن تخليه ما يقديش الدول المطلوب منه او يحصل اخطاء في العمليات اللي بيقوم بيها واللي انت كنت مكلفه بيها اذا هنا مش بس انا خايف من الشحنات الكهروستاتيكية علشان هي هتسبب لي مخاطر او تسبب لي حرايق لأذا انا كمان خايف على الاشخاص وكمان خايف على الاجهزة الالكترونية الحساسة اللي موجودة معاي طيب انتقل بعد كده بقى على الصناعات اللي احنا المفروض نوفر فيها حماية كهروستاتيكية ايه هي الصناعات دي؟ اول نوع من الصناعات بيقول لي اي صناعة عندك تحتوي على سيور فلازم ان توفر لها حماية كهروستاتيكية يعني اي صناعة تحتوي على سيور اي مكينة او آلة فيها سير خليك متأكد ان فيها شحنات كهروستاتيكية وبالتالي لازم ان توفر لها الحماية بتاعتك رقم اثنين المناجم ايه المناجم؟ المناجم ده اللي بيحفروا فيه تحت الارض عشان يطلعوا مثلا معادن او فحم او اي ان كان المادة اللي بيطلعوها وبالتالي المناجم من الاماكن اللي معرضة بصورة كبيرة جدا يكون جواها شحنات كهروستاتيكية علشان كده العمال او الفنيين اللي موجودين معايا ممكن يحصل لهم مشاكل ومن هنا جات الفكرة ان احنا لازم نوفر لها حماية من هذه الشحنات رقم ثلاثة صناعة الغزل والنسيك طبعا الصناعات دي من الصناعات المهمة عندنا جدا في مصر لكن برضو الاحتكاكات اللي بتحصل دايما باستمرار ما بين اجزاء المادة او ما بين اجزاء المكينة بتاعتي والمواد اللي هي الخمات بتخلي موجود فيه شحنات كهروستاتيكية من هنا جات الفكرة ان احنا نوفر ان احنا نوفر هذه الحماية رقم اربعة المستشفيات هل المستشفيات فيها حماية اه طبعا لازم ان يكون فيها حماية من الشحنات الكهروستاتيكية صناعة المطاط عارفين المطط اللي هو بيصناعه من الكويتش بتعرفيها الحاجات دي ده بقى ده برضو من الدمنا الحاجات اللي احنا المفروض نوفرها الحماية بتاعت صناعة الطلاق ايه هاذا الطلاق اه طلاق اللي هي دهانات اللي احنا منظم بها البيت صناعات دين الصناعات اللي احنا محتاجين لإحنا نبص عليها وانحنا نعمل لها احماية من الشحنات الكهروستاتيكية كمان صناعة تعبئة الغازات والثوائل القابلة للاشتعاه اللي احنا سميناه وقلنا المواد البترولية وقلت ان هذه المواد حضرات قبل الاشتعال يعني ممكن تعمل لي كوارث في المكان لو حصلت شرارة كهربية بالخطأ وبالتالي لاغوا بنا كويس جدا من هذا الامر عشان ما نوصلش في مرحلة ان يحصل عندي شرارة كهربية او انفجار كهربي يسبب لي مخاطر او يسبب لي خسائر في العمالة او حتى كمان في المعدات وفي الالات الموجودة عندي في صناعة كمان اسمها صناعة او صناعات الورق والطباعة برضو صناعة الورق والطباعة من الحاجات اللي احنا محتاجين ان احنا نوفر الله حماية من الشحنات الكهروستاتيكية زي ما قلتلكو فيه نسبة احتكاكات عالية ما بين المواد المختلفة وبالتالي الموضوع معرض انه يحصل عندي هنا ايه حماية من الشحنات الكهروستاتيكية فيه كمان صناعة تجهيز الحبوب اللي هي ايه اللي هي بتكون المطاحن بتاعة الغلال عارفين المطحن اللي بيطحن الغلال المطحن ده محتاج ان انا اوفر او اجهزه بطريقة معينة بحيث ان انا احمي نفسي من الاحتجاجات اللي هتحصل بالنسبة لي اخر حاجة الصناعات الالكترونية خلي بالكم في بعض الناس يقولوا لي يا مصر بعد اذنك احنا دول عشرة ودول كتار فبعد اذنك مش هنحفظهم كلهم هحفظ مثلا منهم خمسة او ست تمام كلامك صح لو هو انت ضامن انه هيجي في الامتحان يقولك اذكر مثلا خمسة من العناصر او من الصناعات التي يجب الحماية فيها من الشحنات الكاروستاتيكية يعني هي يقولك اكتب اللي انت عايزه لكن انت معرض ان يجيبها لك على هيئة صحة وغلط او اختار او مثلا وصل يقولك ايه مثلا ان مثلا المستشفيات مثلا يعني ان المستشفيات من الاماكن او من الصناعات التي يجب الحماية فيها من الشحنات الكاروستاتيكية انت لو مش هحفظها مش هتبقى عارف ان هي فعلا دي فمش عارف هي صح ولا غلط علشان كده بنقول ان مش دايما السؤال ممكن يجي تقليدي بالشكل التقليدي ولكن ممكن يلف السؤال او يقوله باسلوب وطريقة تانية فانت لازم ان تكون عارفهم كلهم عشان تقدر تتعامل مع السؤال بتاعك يبقى احنا دلوقتي اخدنا عشر صناعات والعشر صناعات خلي بالك فيهم حاجات هتلاقيهم اكتر كمان اللي هي زي الصناعات اللي تحتوي على السيور هتلاقي مكانات كتيرة عندك في المصانع تحتوي على السيور وبالتالي هتلاقي العدد يزيد كمان معاك تمام احنا كده خلصنا الصناعات هنخش بعد اذنكو على حاجة جديدة الا وهي ان احنا هنقول ايه الحاجات اللي ممكن يسألني عنها اول حاجة بيسألني عليها بيقول لي خلي بالك لا يفيد التقريض عند تراكم الشحنات على الاجسام العازلة والسوائل زي البلاستيك او الورق او المطاط تمام خلي بالك من الحتة دي كويس جدا في بعض الصناعات في بعض الصناعات ممكن يسألك على هيئة تعالي يقول لك ان الصناعات دي ليه حضرتك ما بتتأثرش عندك بالشحنات الكهروستاتيكية او ليه انت حضرتك ما بتوفر لهاش حماية الكهروستاتيكية انا بقوله بمنطقة البساطة لان هذه المواد غير قابلة لتوصيل الطيار الكهربي وبالتالي لا تتأثر بشحنات الكهروستاتيكية احنا النهاردة اتكلمنا على نظام التقريض وتكلمنا على انواعه وعملنا منظومة للحماية من الصوايق وعملنا كمان نظام حماية من الشحنات الكهروستاتيكية ونكتفي بهذا القدر النهاردة ان شاء الله في حلقة جاية هنكمل باقي الباب الاول نشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته